السلام عليكم اليوم يا سابع بننحل تمارين ومسائل لدرس مساحة الدائرة صفحة واحد وتمانية السؤال الاول بحكي لك جد مساحة الدائرة في كل مما يأتي معطينا اشكال دوائر كل دائرة معطينا الها اما نصف قطر او قطر كامل طبعا كلهم بنحلوا على نفس القانون اللي هو قانون مساحة الدائرة هلا مساحة الدائرة شو تساوي حكينا باي نون قاف تربية حيث باي قيمة ثابتة وتساوي 22 عن 7 او 13 و 14 بالمية خلينا ناخد الدائرة رقم 3 مثلا هاي دائرة مركز هاميم قطرها كامل ماعطيني 84 سانتي اذا نعوض قيمة باي انا باي 3.14 بالمية ضرب نصف قطرها اذا كان القطر 84 سانتي القطر كامل هذه القطر كامل يساوي هون 84 سانتي فنون قاف يعني نصف القطر رح يكون نصف الاربعة وتمانين اللي هي 42 سانتي فباخد ال 42 وبروح بعوضها عندي ضرب 42 تربيع لما اعمل عملية ضرب تقربية تقربية سانتي متر مربع اذا يا سابع دائما على نفس القانون اللي هو مساحة الدائرة تساوي باي نون قاف تربيع وتساوي دائما اني اضرب الباي القيمة الثابتة في نصف القطر مربع بطلع عندي اجابة تقربية لان الباي هي قيمة تقربية سؤال اتنين شطيرة دائرية الشكل طول نصف قطرها 15 سانتي اذا نصف القطر 15 سانتي جد كل مما يأتي بدلالة باي بدنا نوجد مساحتها وبدنا نوجد محيطها الف بدنا نوجد مساحتها هلا هي شو شكلها دائرية اذا مساحة الدائرة شو تساوي على نفس القانون دائما على القانون باي نون قاف تربيع تمام هلا شو حكيلي هون بدو اياها بدلالة باي يعني ما بدي اعوض قيمة باي مكانها احط اتنين وعشرين على سبعة لا بدو يعني اخلي باي موجودة هيك الرمز موجود عشان يطلع الجواب بدلالتها ماشي يا سابع هلا وتساوي هلا شو نصف القطر عنا 15 تمام هلا اذا باي ضرب نون قاف اللي هي 15 تربيع وتساوي باي في 15 تربيع اللي هي 225 ضرب باي اذا مساحة الدائرة شو بتساوي عندي هون بدلالة باي 225 باي تمام بدلالة باي 225 باي هلا باي بدو ايش محيطها محيط الشطيرة مانها دائرة دائرية اذا محيط الدائرة شو بتساوي قانون محيط الدائرة اللي اخدنا المرة الماضية 2 نون قاف في باي يعني 2 نون قاف باي وتساوي 2 في نون قاف كم حكالي 15 في باي بخليها زي ما هي لأن نبديها بدلالة باي 2 في 15 30 ضرب باي اللي هي 30 باي اذا محيط الشطيرة بدلالة باي اللي هي 30 باي ما عوضت قيمة باي لأنه طالب مني بالسؤال بدلالة باي يا سابع يعني انها تضل باي رمزها موجود اوكي خلينا نوخذ هلا السؤال ثالث شوية هيك بس سؤال ثلاث بحكي لي مسبح قاعدة دائرية الشكل اذا كله بعطيني دائر الشكل لأنه احنا ناخذ عن الدائرة نصف قطرها 14 متر كم بلاطة مربعة الشكل طول دلعها 50 سانتين احتاج لطبليت هذا المسبح دائما منبلش على نفس القانون يا سابع تمام هلا قاعدة دائرية الشكل بدي ابلطه انا مدام بدي ابلطه ايضا بدي كل المساحة بدي اوجد مساحته كلها اذا بحكي بحط على القانون ها لان بدي ابلطه بدي ابلط كل مساحته فبحكي مساحة المسبح مساحة المسبح اللي هي نفسها مساحة الدائرة صح لانه دائر الشكل شو بتساوي حكينا المساحة قانون مساحة الدائرة اللي هو باي ننقاف تربية دائما حط القانون وتساوي باي شو قيمتها 3 و 14 بالمية ضرب ننقاف تربية شو معطينيها طول نصفها 14 ايضا 14 تربية ويساوي لما اضرب بطلع عندي الجواب تقريبا 615 تمام 615 ايش متر تربيع ليش لانه هون معطيني طول نصف قطرها اربعة عشر متر فبدي تطلع عندي المساحة بالمتر تربيع ماشية سابع طب انا بديها بالسنتيمتر تربيع فبحولها من متر تربيع الى سنتيمتر تربيع بدربها بعشر آلاف من كبير لصغير نضرب فعشان احولها بحكي هون مثلا ستمية وخمستاش طرب عشر آلاف وتساوي بنحط الاصفار زي ما هم وبضل الرقم زي ما هو لانه عندي هون انا واحد وتساوي هاي بالسنتيمتر تربيع مفهوم يا مس اذا هاي هي مساحة المسبح بالسنتيمتر تربيع هلا انا معط بدي ابلطها بالبلاط تمام كم بلاطة بحتاج اوش لازم اعرف كم بلاطة بحتاج لازم احسب مساحة البلاطة الواحدة ماشي اذا بدي احسب مساحة البلاطة البلاطة ايش شكلها مربع فمساحة المربع الطول في العرض اعطيني طول ضلعها خمسين اذا بحكي خمسين ضرب خمسين وتساوي عفوا انا خمس وعشرين خمس في خمسة خمس وعشرين وتساوي الفين وخمسمائة سنتيمتر مربع تمام الفين وخمسمائة سنتيمتر مربع هلأ عطول أقدر أوجد عدد البلاط المحتاج كم بلاطة عدد البلاط بإني بقى شو بحكي المساحة اللي طلعت عندي كلها اللي هي مساحة المسبح تقسيم كم مساحة البلاط البلاطة الواحدة فبطلع عندي الجواب لو أختصر هون لما نعمل قسمة طويلة بتطلع عندي تقريبا 2460 بلاطة بحتاج لحتى أوجد كم بلاطة بحتاج عشان أبلط هذا المسبح تمام يا سابع لا في عنا سؤال أربعة شو بحكي النس الجادة أيضا دائرية الشكل طول نصف قطرها متران إذا كان ثمن المتر المربع الواحد عشر تننير فما ثمن السجادة دائما نفس مبدأ الحل أول شيء من نحسب إيش مساحة السجاد اللي هي نفسها مساحة الدائرة صح؟ على قانون مساحة الدائرة اللي هو باي نونقاف تربيع وتساوي باي ثلاثة فاصلة أربعتاش ضرب نصف قطرها اتنين كم عطيني نصف قطرها اتنين ضرب اتنين تربيع اللي هي أربعة بطلع عندي الجواب تقريبا اتناش تقريبا دائما اتناش فاصلة ستة وخمسين متر تربيع تمام؟ هاي هي مساحة إيش عندي مساحة السجادة اللي هي دائرة الشكل هلأ ثمن المتر بيحكي لي عشر دنانير فما ثمن السجادة ثمن السجادة شو رح يكون يساوي دائما زي ما أخذنا ثمن المتر الواحد ضرب المساحة ثمن المتر الواحد معطيني اياه عشر دنانير طب المساحة اللي طلعت عندي تناش فاصلة ستة وخمسين بالمية بتطلع عندي مية خمس وعشرين داشر دينار عادي بضرب عادي وبحط الصفر وبعدين بعد منزلت بطلع عندي مية وخمس وعشرين دينار هاي هي ثمن السجادة تمام يا سابع؟ هلأ عندي السؤال الخامس معطيكي جدول تمام؟ وفي أشكال مضللة طلع عندك هون دائرة كاملة مساحة معطيني اياها اربع وستين باي سنتيمتر مربع اذا معطيني اياها بدلالة ايش؟ بدلالة باي تمام؟ ومعطينا هون دائرة نص mesn مساحتها معروفة ومعطينا هون دائرة ربع مساحتها معروفة بدينا انيوجد مساحة نص مساحة ربع هلأ اذا كانت المساحة كاملة هلأ اذا كانت مساحتها كلها كاملة المساحة كلها معطيني اياها اربع وستين باي سنتيمتر مربع هاي مساحة الدائرة كلها معطيني اياها كلها طيب هلا لو بدي احسب مساحة نصفها انا زي هيك النص اللي هي نصف المساحة اللي معطيني اياها تمام هلا عندي فبحكي 64 باي على 2 لاني بس بدي احسب ايش نصف المساحة فبتساوي 32 باي تمام طيب هلا بالشكل الاخير انه بدي احسب بس ربع المساحة بس ربع المساحة فبقسم هالمرة على 4 لانه بس بدي ربعها 64 باي على 4 فقش بتساوي 16 باي